أعزائي طلبة طلبات سانوية العامة ألم بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 22 صبع الخير على كل طلاطنا الأعزاء صبع الخير على كل مدرس اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنهم من الكمال هيكون في دافتنا النهاردة مستر رمضان التوركي صبع الخير يا مصر صبع الخير مستر أحمد مشرفتنا وشرفنا كالعادة صواه خير على كل طلبتنا صواه خير على كل زملائنا العزاء نتمنى كده إن شاء الله أن الناس تستفيدين النهاردة وتبقى حلة موفقة إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله hub فرحية إن شاء الله بستخدم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض يونت يونت تري هنقل سمصبرتنا كده برضو وهنشرح مع بعض دون الثري احنا عندنا الدرس النهاردة الريلاتف كولوذس او الريلاتف بروناونس اللي هي ضمار ايه الوصل طيب ضمار الوصل درس سهل جدا ولزيز ولازم الناس تبقى فيش تريكتين هنقلهم مع بعض وحلو شغالين لو احنا عملنا شكل كده مبسط لقواعد ضمار الوصل على طول كده مع بعض عشان منضعش وقت كتير عشان وقت البرنامج انا هنا عايز اختار ضمار الوصل امتى بختاره? امتى امتى بختار هوم? وامتى بختار هوز? وامتى بختار ويتش? وامتى بختار وير? وامتى وين? واخر واحدة وط. تمام? طيب انا عندهو طبعا بتساوي بتساوي ذات؟ وعندي هوم بتساوي مين كما برضو؟ ذات؟ وعندي ويتش بتساوي مين؟ ذات؟ اول معلومة بنقولها للطلبة ذات لا تحل محلهم الا في غيابهم دي حالة وطبعا فيه معلومة تانية اللي هو احنا بنشرح لامسنا. طيب ناخد جزء جزء كده مع بعض بالراحة. انا عايز اختار هو او هوم. انا عشان تختار هو او هوم لازم قدامك هنا ساموان. لازم اضاع عاقل. يعني انا نرضى عشان اختار هو اقول مستر احمد هو. مستر احمد هوم. علي هو. the man هو. the teacher هوم. وهكزا. طب ايه اللي وراه مين عشان اختار هو؟ قال لي عشان تختار هو. لازم قدامك هنا في الحالة تدي. فيرب. يبقى ده فعل. يبقى انا النهاردة اما اقول احمد. هو از. احمد هو بلايز. احمد هو بلايد. يبقى اما لقى فيرب كده مع العاقل. مع الفيرب اختار مين؟ هو. ما جاتش هو هنختار مين؟ ذات. دي امام اوي. لو انا النهاردة بقول بقى احمد ورا الهم هنا بقى المرة دي. هيبقى ده الصبجيكت. ده الفاعي. يبقى انا النهاردة ما حد يقول لي طايب. احمد هوم اي. احمد هوم ذي. يبقى ده ايه الصبجيكت. يبقى انا عندي. هو لو وراه الفيرب. هو لو وراه ايه الفيرب. كبهوم لو وراه ايه الصبجيكت. يبقى انا كده مع الانسان بختار هو او ايه او هوم. جميل او. نعمل مثالين مثلا. اما اقول مثلا. this is the man space I saw him running طب انا عاز اغير عنا مين عاز احذف him هو بيعمل لي بقى هيقول لي في الاختار هو وين بها that whom which الطالب اللي دارس كويس الطالب اللي مذاكر كويس انا اول ما شفت ذمان هنشن على هو وعلى هوم هستبعد ذات هستبعد هوتش اولا دي بتاع غير العاقل وذات بدينة في غيابهم دول موجودين ما تنفعش هنا مين ذات يبقى انا عندي هو ايه يا هوم طب انا عندي هنا ده العاقل ذمان اللي وراها لو فيها فرب اختار مين هوم طب لو سابجك تختار مين هوم فانا عندي هنا مين ادي اي ده سابجك يبقى انا اختار هنا مين هوم مثال تاني مستر احمد space lives beside me is my friend وكتف الاختيار برضو who that whom which هنركز برضو معا كده انا انا بقى كلم مع مين مستر بالمناسبة اقول للطلب برضي يا ولاد انا مليش دعوة هل الاسم العقل ده جاه في اول جملة ولا فستها هنا كان في نص جملة ذمان هنا كان في اول جملة اسا الناس بتغلطوا لك هو في الاول ولا فى النص تبقى عندنا سابجك تختار هوم ولو فر بختار مين هوم تبقى عندنا لفز يعيش ده الفرب يقدمش غير مين هو يبقى نقول تاني بسرعة العاقل هو لو وراها فرب وهم لو وراها ايه سابجك نيجى بقى الهوز هوز بقى هنا المرة ده يا ولاد هيبقى عندي هنا سامون بتكلم عن الانسان وممكن سامثنج مهم بتكلم عن شيء قال لي بس لو ورا هوز هنا هيبقى ناوني اسم ده مش اسم بس اسم ملكية حاجة للملكية وراها الفرب ثم الابجكت جملة كاملة يعني يبقى انا النهار ده محد يقول لي مثلا يعني انا ممكن يقول نفسه جملة هيه مثلا ادي مثلا علي ودي سبيس كار ووزهت از ادوكتور هلاك يا سبقى هنا بتكلم عن علي بقول علي اللي عربوط اه ده ملكية ده هنا اسم هو ورا الاسم انا عندي ادي الفرب ودي كمان اه ده في الباسب عندي جملة كاملة يعني جملة مجهولة فانا اقول احمد اللي عربوط تتخبطت فده بتكلم عن الملكية بقى انا هختار هنا مين برضو هختار هوز طيب هات مثلا على سامسنج ذكر ادي ذكر ودي سبيس كالر از بلاك از ب ام دابلي العربية اللي لونها يسود بي ام دابلي تبا انا بتكلم الله دهنا عندي هنا نونه ادي الكالر وده عندي از ده الفرب وبلاك الصفة بتاعتنا وصفتها باللون الاسود يبقى انا برضو اختار مين هو هون بتتكلم عن العاق الووتش بتتكلم عن غير الايه العاق يعني انا بقول مثلا ذكار ودي سبيس اي بوت العربية اللي اشتريتها تكون جديدة لو انا بصيت على ذكار فواحد يقوله طب انا ممكن هغلط في ذكار كده وقوله ان القار سامثنج ممكن اختار هوس جميل اقوله طب هنا هوس لو كان وراها نون وورا نون ايه تب انت الفرب هنا يا بلووتش ادي سامثنج ويتش ولاه السبجك تقول ايه والفرب تب انا عندي هنا ده ايهاي ده الفاعل يبقى منفع شهوز يبقى فيش غري مين ويتش ادي واحدة كمان نخش بقى على المجموعة اللي تحت انا عندي هنا ده بليس مكان وعندي ده تايم زمان خلي بالكوا ياولاد المكان والزمان لو فيه حرف جر لو فيه حرف جر وراهم حرف جر بعدهم انا اختار ويتش يعني كايرو ان ويتش كايرو ان ويتش طب انا بقول مثلا ده سكول ان ويتش طيب ات ويتش اون ويتش يبقى انا عندي المكان والزمان لو فيه حرف جر بعدهم كده مباشرة في الحتة ده اختار ويتش تمام مفيش حرف جر اختار مع المكان وير ومع الزمان مين وين واحد ده اللي تب لو فيهنا حرف جر في الجملة فيه هنا بريبوزيشن حرف جر مثلا هنا يوجد بشرط يبقى أنا عندي كده بشرط هنا بشرط دي شروط أساسي لو في حرف جر هنا أو هنا باختار ويتش طيب ما فيش حرف جر بشرط عدم وجود حرف جر بشرط عدم وجود حرف جر يبقى أنا المكان والزمان وير للمكان وير للزمان بس بشرط عدم وجود حرف ايه جر طيب عزي نعمل أمثلة كده سريعة أما قول مثلا ركز بقى معك يا كويس كانوا زمان يعلمونا يقولك أما تلاقي حرف جر اختار ويتش زمان كانوا يقولك أما تلاقي حرف جر ان اختار ويتش تمام يبقى أنا هنا بتكلم عن شهر بقول جولاي الشهر وحرف جر يبقى أنا اختار هنا مين ويتش الواحد قال لي طيب لو حرف جر كان هنا إن كنت برضو اختارت مين ويتش عادة موجود حرف جر هنا أو هنا يبقى أنا هختار هنا مين وين عشان ده اسم ايه اسم زمان تمام افترض مسلا وقوم لطول مسلا ايه شي وينت تو كايرو شي لفز إن ركز بقى هنا كايرو ده مكان جميل وفي حرف جر هناك انت بتقول بشرطة عادة موجود حرف ايه جر يبقى أنا هنا ما فيهاش اختار وير وما فيهاش اختار وين تمام لو زمان يبقى أنا اختار مين ويتش تب لو أنا حزبت حرف الجر ده يبقى أنا قدامش غير مين وير وير تمام اخر معلومة وط اللي لو قدامها برناون او قدامها فيرب ده باختار وط لو وراه هنا ايه سنتنس مه طب بدينا مثال كده يو مست دو اي اسكد طب انت النهار ده بقى لو انا راجعتها بسرعة الدو مش انسان احنا قلنا مع الانسان هو او هوم الانسان هو او هوم هو لو وراها الفيرب هوم لو وراها السبجيك جميل طيب مع الانسان والاشياء هوز لو وراها ناون وبعد ناون فيرب طيب انا عندي لو سامتنج بس وفيش سبجيك وفيرب بختار مين ويتش مع الاشياء المكان بختار ويرب بشارطة عدم وجود حرف جار الزمان بختار وين بشارطة عدم وجود حرف جار طبعا عندي هنا دو ده فيرب ولا واحدة من دول موجودة وبنتمش غير مين وط حتى كمان بالايه بالمعنة طبعا ده كده ملخص سريع جدا لضمار الواصل بصفة بصورة مبساطة يبني عندي مع العاقل هو او هوم اللي هو وراها الفيرب اللي هوم وراها السبجيك مع العاقل وغير العاقل بختار هوز لو وراها ناون ورا ناون فيرب وابجيك مع صامتين بختار ويتش لو وراها السبجيك او الفيرب عندي وير مع المكان وين مع زمان بشارطة عادة موجود حرف جار لا قابلهم ولا في الجملة التابعة لهم اما وط قدامها ايما برنامون ايما ايه ناو نيجل ذات احنا قلنا ذات بتحل محلوق مهمتة في غيابهم جملة زي دي لو ما فيش هنا هو لو ما فيش هوم دي موجودة كنت خدت مين كنت خدت ذات كده اجباري لعدة موجود مين هوم نفس الجملة دي لو هنا هو مش موجودة كنت خدت مين ذات بشارطة عادة موجود مين هوم جملة زي دي برضو مش موجودة كنت خدت مين ذات بذات تحل محلهم فين في غيابهم اه ذات لها قعدة ان ذات بتيجي بعد كلمة everything nothing anything something only دي اجباري لازم ذات تبقى مستخدمها بعد كلمة all بعد كلمة only بعد كلمة everything nothing anything something دي اجباري بستخدم ذات دات ما بجيجي وراء القمة وعندي بس امتى ينحس في ضمار الوصل وبعد كده نحل مع بعض اكتر مجملة امتحانات ثانية عامة صادقة جميع نقل من السلالين بصات قوي كده مع الطلبة بتوعنا برضو عشان الناس تبقى فاهمة ركز معايا في الجمل دي كده الناس تبقى فاهمة كده اممات اممات المنشفقة اممات المزيدات انا كتبت باللون الاحمر. انا كتبت باللون الاحمر. بص يا ولاد جملة زي كده ده نوفلز انا اول ما شوفت باي عرفت انها جملة باسف لان اقولت بسيطها تحت جملة ايه باسف. هل اختار ويتش. ريتن. ولا ريتن. ولا ويتش. ريتن. ولا وير. ريتن. اركز بقى معا سواني. اول قاعدة متى يحزم ضمير الوصل. الجملة دي لو انا طالف فاهم من القامة دي المفهود ويتش. وير. ريتن. ريتن. تمام? مبنية للايه? للمجهول. في قاعدة بتقول يا جماعة يحزف ضمير الوصل ومعه في المبني للمجهول في الباسف. يبقى انا اول معلومة متى يحزف ضمير الوصل? قال لي يحزف ضمير الوصل لو كان في الباسف ومعه كمان فيرب ايه? يبقى انا احزف مين? ويتش ومعه مين? وير. يبقى انا واحد اقول تب ليه ما اختارش ويتش ريتن? تب احنا بنقول ويتش وراها السبجيك والفيرب. وده ده تصريف تهيلة. يبقى دي مش نافعة. تمام. لو كان فيها ويركنت اخترتها. تب ليه ما اخدناش دي? تب ما نفس الكلام رايتنج داناون. واحنا بنقول ويتش وراها. يا سبجيك يا فيرب. يبقى كمان دي مستمع عادة. عشان داناون. تب ليه ما اخدناش ويتن? فين ضمير الوصل اللي بيرد على جملة تانية. يبقى دي كمان غلط ناقصة ويتش بقى ده مش غير مين? ريتن. يبقى والحالة يحزف ضمير الوصل. معاه فير بتوبيه في المبني للمكون. جملة تانية بتقول مثلا. دمان. سبيس. ماي كار. از. اكيرفول. وان. واحد حريص. هل درايفنج? ولا از درايفنج? ولا هو درايفنج? ولا هو درايفنج? تعال اخدها برضو بالحسف. بالحسف. طب انت بتقول هو عشان تبقى صح لازم وراها الفيرب. جميل. طب ما ده مش درايفنج داناون. وفي نفس وقت درايفنج ده جميل. طيب اصبح عندي درايفنج اس درايفنج. طب ما احنا عندنا قاعدة بقول هنا كان في الباسف. دي كان جملة باسف. فاخدنا في الباسف الباسف برتاسبه اللي حاسف ضمير الوصل ومعاه فير بتوبيه. جميل. قال لي نفس القصة. يحزف ضمير الوصل. هنا بقى المرض دي في الاكتف ومعاه فير بتوبيه فاختار الفيرب زاد ايه? آي اني جي. آي اني جي. هذه واحدة تانية. جملة اخيرة بقى. اما قول مثلا. محمد صلاح مو صلاح. في جملة بتقول إيه؟ لو أنا بوصف إنسان باسمه جملة هو اسم صفة وموصوف زي كده إذ أفيمس فوتبولر ألا أنا ممكن أحذف مين؟ إذ المفوض هو إذ محمد صلاح هو إذ أفيمس فوتبولر إذ أجود مين فأنا هحذف إيه؟ هحذف الضمير ومعاه فيربوتو بي لأن أنا وصفته بإيه؟ بإسمه فأصبح محمد صلاح أو مو صلاح أفيمس فوتبولر اللي أعمل مشهور إذ أجود مين رغل إيه؟ كويسي بقى أنا بحث في الضمير الوصل في الباسف وبخلي الباسف برتسبل في الأكتف وبخلي الـ ING وآخر واحدة مع الاسم إيه؟ كده ده ملخص سريع جداً لضمار الوصل وحاسفها نتمنى أن تسعدوا به فضل يا مستر رمضان بقيتني السازن المخرج الجميل بقى يجيب لنا بيت جي نومبر وان تشوف الإكسرساز اللي مستر رمضان مجهزة بص يا أولاد فضل يا مستر رمضان في بيت جي نومبر وان ده ملخص سريع إن أنا قلنا لو عندي ساموان لو هتكتب معانا بيت جي نومبر وان أنا كاتب ساموان ساموان يعني إنسان إنسان عاقل ساموان دمان ده تيتشر ده دكتور أحمد محمد علي آآ ماي فادر ماي سيستر اللي هو لو كان وراها إيه؟ الفرب هو أو ذات لو كان وراها الفرب لو هو مش موجوده هختار مين؟ ذات وعندي نفس الكلام مع ساموان برضو أنا عندي هوم ما جاتش هوم هتبقى ذات هوم أو ذات وبرضو ما جاتش ذات تتبقى هول بديلة والعكس غير صحيح وبعدين إيه؟ وراها السبجيك شوف الأمثلة مع بعض كده مستر رمضان سبيس تيتشز أس انجلش كمز فروم نيو كاين لو أنا قدي مستر رمضان ده اسم عاقل أنا عندي السبيس وراها تيتشز ده الفرب الناس اللي مركزها معنا أيوة أنا سامي واحد بقول لي لتر بي هو هو ليه؟ عشان وراها الفرب جملة تانية مستر رحمد السعيد سبيس I always ask for advice is my best friend تب أنا مستر رحمد السعيد ده اسم عاقل عندي السبيس عندي الاي ده السابجيكت يعني يا سابجيكت يبقى أيوة احنا قلنا سامون مع السابجيكت نختار مين يهوم ما جاتش هوم هتبقى ذات ما جاتش ذات هتبقى مين هو والعكس غير صحيح أيوة أنا سامي واحد بقول لي لتر سي very good number three ده بوليس كوت the man the man ده اسم عاقل سبيس killed his neighbor طبعا عندي killed the verb احنا قلنا العاقل أما بقى وراه هنختار مين يا أولاد يا هو ما جاتش هتجي مين ذات أيوة لتر دي very good تمام number four I know the man I know the man space you were talking to طبعا عندي ده من اسم عاقل وعندي بعض النوقت يو يو ده سابجيكت سابجيكت احنا قلنا العاقل مع السابجيكت نختار مين أيوة تمام لتر اي هوم my aunt with طبعا انت حطيتنا حرف جر معلومة جاملة جدا يا أولاد ان حرف جر يمكن ان يبقى في مكانه ويمكن ان يصبق ضمير الوصل يعني اممكن اقول مثلا my aunt with space I live طبعا my aunt عاقل واي ده الفاعل هنختار مين هوم تماما انا ممكن اقولها كده my aunt whom I live with is very kind to me يبقى انا ممكن احطه في مكانها ممكن احطه قدام ضمير الوصل number six I am I am not of the people انا واحد مش بالناس not eat standing up اللي هي بتاكل هي واقفة طبعا عندي البيبول ده اسم عاقل بتكلم عن انسان وعندي اليد ده لإيه الفرب احنا قلنا العاقل مع الفرب هنختار مين ايوه letter A تبقى هوم very good number seven the woman space we طب الومن ده اسم عاقل وراها الوي ده برضو ايه فاعل و احنا قلنا العاقل والفعل هنختار مين هوم يبقى letter C ده بالنسبة للعاقل يبقى العاقل يا اما هو يا اما هوم العاقل هوم مع الفرب وهم مع الايه مع السبجي صفحة اتنين page two احنا قلنا مع someone الاثنين زي بعض someone اسم انسانة اسم شيء هنختار هوز بس بشرط وجود ايه نون وبعدين نون verb وبعدين object ودي بستخدمها اللي ايه يا ولاد للملكية العربية اللي لونها الراجل اللي عربيته البنت اللي اختها الولد اللي باباه يبقى انا بستخدم ايه للملكية اما مع الاشياء بس بختار ودش بشرط وجود اما subject اما اي verb ولو ودش مش موجود هنختار مين ذات زي ما انتم شايفين كده بالظبط ايه المثال اي ميت ده دكتور انا قابلته الدكتور space car اه الدكتور ده اسمه عاقل والكار اسمه ملكية عشان وراها ووز ستولن يبقى هنختار letter b who's ده متحان كان 2013 اللي بعده where are the shoes انا بتكلم عن الحزاء فبتكلم عن شيء اللي وراه النقط i put ده subject احنا قلنا مع الاشياء مع subject تو الفير بختار مين which تمام انا سامح حد بقولي letter d which number three the manager المدير secretary اللي السكرتير بتاعته طب المانجر ده عاقل secretary ده اسم لانه وراها is serious لقل اه the manager space secretary is serious لقل has to type the letter himself ده متحان سنة كام 2016 لو انا بصيت في متحان 2016 انا عندي المانجر عاقل وعندي secretary ده نون وراها verb وراها adjective اه خلاص كده بديجوم لكاملة يبقى انا اختار هوم مش هتنفع هو عزل verb طب هوم مش هتنفع عزل subject وذات طبعا بديلة ليهم لهو او هوم يبقى انا مش غير مين who's number four the book انا بتكلم عن شيء طب ايه لورا الشيء اه ده الفاعل احنا قلنا مع الاشياء لو وراها subject او verb هنختار مين which the book space i am reading now is very exciting هل هو ولا who's ولا what ولا which طبعا هو مش هتنفع ولا who's يبقى وده مش غير مين which number five امتحان 2017 ويليام شيكسبير ويليام شيكسبير نقط plays are performed in London theater was agreed playwright ركز بقى في دي شوية الناس هم ما هتشوف plays هتفتكرها في verb تب ازي هحط plays وراها R يبقى هنا plays ايه لعبت محل النون هنا معناها مصرحيات يبقى ويليام شيكسبير space plays R تبقى ان عرفت ان هنون من ايه من R اللي وراها احنا قلنا النون وراها بصيت فوق كده شوية هتلاقي something someone something who's لو وراها نون ذات verb نون ذات ايه verb فاصبح هنا plays are هنا are verb يبقى ده plays ده نون بمعنى مصرحيات يبقى هنختار انا سام حد يقولي letter b very good يبقى who's plays اللي مصرحياته اجريت في مصرح لندن كان كاتبا عظيمة امتحانا 2018 دكتور مصطفى space books are انا اول ما شفت are عرفت انها verb وانت كاتب فوق in someone or something who's لو وراها نون ذات verb فانا books يدي نون وراها are verb وبعدين بعد كده كامل جملتي يبقى دكتور مصطفى whose books are يبقى دي كده whose امتحانا 2016 the teacher students passed نفس القصة برضو تماما عندي students وانت قال ان النون اما وراها verb وراها object the exams اصبحت جملة يبقى دي جملة ايه ملكية يبقى هنختار هنسمح حد يقول الليلتر بي whose تمام نبص على page 3 نيجي للاماكن احنا قلنا المكان somewhere اي مكان اختار where مشارط عادة موجود حرف جر وقال انت لو فيها حرف جر انا كاتب لك هول لو انت شايف where ياما in which on which at which يبقى انا عندي المكان ياما where in which on which at which وراها جملة كاملة وانا كاتب لك بالعرب كمان بشرط عادة موجود حرف ايه جر طب انا عندي بقى some time عندي وقت جولاي اوغاست فبريواري اه today قال لي هتختار وين طب لو جاه حرف جر قال لي هنختار in which on which at which برضو بشرط عادة موجود حرف ايه جر لو عندي بقى فير بقى او بريناون هختار وطل وراها جملة كام امتحان الازهر 2011 I saw my friend in the garden انا اول ما شفت in the garden احط عيني الى where كامل بقى we used to play when we were young طب هنا مفيش حرف جر لعندي لان ولا اون ولا ات والله لو كان I saw my friend in the garden in كنت اخدت which I saw my friend in the garden ات او ان او ان كنت اخدت ايه which طب انا ما عنديش حرف جر يبقى نختار هنا مين ايوه letter b where امتحان الازهر 2011 في الادبي he left for London هو مش لندن the city space he left in لو انا ما شفتش الان دي he left in كنت اخدت مين where لان انا بتكلم عن المدينة المدينة where لو فيه the city in كنت اخدت برضو which عشان برضو احنا قلنا المكان يقيمة where يقيمة in او on او at which يبقى the city which ليه which عشان فيه he left in والله لو كنا حزفنا ان دي كنا قلنا where he left number three February the month فبراور the month space a lot of tourists visit ايجيب طب انت بتكلم عن الشهر يقام احنا قلنا الزمن when ما جاتش when هتبقى in which on which at which طبعا انا ما عنديش حروف جر خالص في الجملة ما قدميش غريمين when number four in this office في هذا المكتب you must do لو انا بصيت على do do ده verb نرجع فوق خالص من اللي قدامها الفرب او البرناون ما فيش غريمين what very good letter c yesterday i played a game of tennis with my brother ده امتحان 2015 الناس كل الناس بصت على my brother كل الناس بصت على my brother ايام نقرأ جملة كويس امبارح انا العبت جيم تنس مع اخويا كمل بقى made me the return هو اللي خلاك تعبان اخوك ولا الجيم نفسوه اللي ارهقك الجيم الجيم طبعا يبقى نختار هنا مين which ده امتحان 2015 page four احنا قلنا متى يحزف ضمير الوصل ركز معايا متى يحزف ضمير الوصل الناس طبعا اللي بتتبعنا في البرنامج اللي بيصور اللي بيسجل اللي بيشوف حلقتنا عن اليوتيوب هي طبعا الكلام ده مقطوب كواس جدا و يعني مفسر بطريقة بسيطة اوي الجملة بتقول متى يحزف ضمير الوصل قلق اذا كان بعده مبني من مجهول وهنا بحزف ضمير الوصل اللي هو هو ومعها كمان زي ما شرحنا هحزف هحزف الاخر اتنين بحزفه في المبني للمعلوم وبنحط الفيرب زادي ايه اي نجيز ده ما شرحنا عالبورد اخر حاجة اذا كان بعده اسم او اسم وصف للمجهول وهنا يحزف الضمير ومعها ايه فيرب توبي ناخد مثال دا بوك او دا بوكس الكتب سبيس باي ديكنز شارلز ديكنز ارا فيلا بول ايفريوير تابعنا لو بصيت عالجملة دي باي دي جملة ايه باسف تاب جملة باسف واتش ريتن احنا قلنا واتش عايزة السبجكت والفيرب فمش هتنفع تاب واتش ريتن برضو عايزة السبجكت والفيرب فمش هتنفع ايه بقى ايه اما واتش ريتن ايه اما ايه ريتن تابعنا محس في ضمير الواصل معاه فيرب توبي فهيتبقى معاه مين ريتن لتر دي دا بوي الولد بيسايد مي اسفيري كليفر هل هو سيتن احنا قلنا هو وراها الفيرب طيب واتش سيتن نقصه واتش سيتن احنا قلنا واتش ما جيش مع العاقل يبقى دا مش غير مير دو مين سيتن يبقى اول جملة حزفنا عشان دي جملة بس فحزفنا which where written فاخدنا ريتن بس الجملة التانية كانت المفروض زا بوي هو السيتن او سيتس في كل الاحوال سيتس او سيتن او السيتن فبناخد الفيرب بتات ايه اين جي مصلاح افيمس فبولر وون في وون ميني برايز الجملة كانت في الاصل مصلاح who was او who is دا بالنسبة لحزف الملحوظة التانية امتى بستخدم ذات اجباري امتى يا ولاد بستخدم ذات وما بستخدمش لهو ولا which قال لي انا بستخدم ذات اما لقى كلمة اول زي المثال الاولاني is this all انا هنا هختار ذات ليه لان انا عندي اول دي اجباري بختار معا مين ذات ملاقيش باواحد بقول لي is this all which او is this all who او whom او where او what دا انا بختار في امين ذات يبقى ذات تأتي بعد كلمة اول وبعد صفات التفضيل يعني صفات التفضيل اما اقول مثلا this is the best book this is the most بيطفل girl يعني انا بقى من صفة صفة التفضيل من الدرجة الايه التالتة اللي هي الصفة اللي فيها is this this is the first thing the best thing يبقى انا كلمة اول بختار ذات وكلمة التفضيل اللي هي فيها is this بختار برضو مين ذات وبعد الكلمات اللي انا كاتبها دي انا عندي everything وعندي anything وعندي nothing وعندي something كل ده ذات عندي few بتاخد ذات وعندي little بتاخد ذات وعندي many بتاخد ذات وعندي much بتاخد ذات وعندي none بتاخد ذات وعندي only بتاخد ذات وقول وزاوي الصفة بي ايه المثال is this all قلنا ذات المثال التاني there is nothing انا اول ما شفت nothing استبعد كل ضمار الوصل مقدم مش غنمين ذات انا مذكر ان everything وnothing وanything وsomething كل ده بياخد ايه ذات المثال التالي this is the best book اول ما شفت the best the farest the longest the tallest الصفة التفضيل من الدرجة التالتة انا بحط هنا على كلمة ايه ذات ده بالنسبة لذات ناخد بقى جنرال اكسرسيز بيجي 4 5 بيجي 5 يلا بقى اولاد مع بعض كده سيبك ثواني that is the school in space i had my primary education لم تحان 2014 that is the school in i had my primary education طالب الشاطر بيقول لي يا مصر انت معلمنا اول ما نلاقى حرفة ضرر مع الغير عاقل بنختار which يعني in which on which at which يبقى انا ما نشوف اختياراتها which where who's who طبعا اس كل مكان اول ما شفت ان بس تبعد where يبقى نختار letter a which number two name the actor space بليس صلاح الدين الاكتور ده اسم عاقل والبليس ده الverb واحنا متفقين مع العاقل والverb بنختار مين ايوة انا سامح حد بقول لي هختار letter d who who مع العاقل والverb ده متحان 2011 حلوة الجملة ده ده lives يا عمي واحد يقول لي يا مستر بطمى lives ده verb طب انا بتكلم عن people ده حتى people ما تاخدش lives هقول people live لو انا لو انا حتى عندي فكرة انا لو انا بصيت على lives ووراها where طب where ده verb طب انت قال ان النوان اما بوراها verb object يبدي جملة كاملة تبدأ ضمير ايه ملكية فانا بقول الناس اللي حياتهم انقذت اللي حياتهم فانا ملكية ليهم هل هنختار which مش هتستبعد عشان دي بتاع غير العاقل هنختار when دي بتاع المكان اصبع عندي who's يهم هو هنختار طبعا who's عشان الله يفزينا في محل النون وراها الverb نمبر نمبر نفس الفكرة نفس الفكرة نفس الفكرة الناس فقال tourist stay تب خلاص هنا ده verb وفوش اس وطب صحة كده stay تب زي حط stay وراها ended هنا stay معناها اقامة اللي اقامته منتهت فالاقامة هنا اصبع هتنون وراها verb فنختار برضو مين ايوة انا سامح حد بقول لي letter C very good who's tourist who's stay number 5 I still remember the encouragement not to me by parents تب دي جملة باسف واحنا قلنا ضمير الوصل مع الباسف بحز في الضمير ومعه verb ايه to be هيتبقى معنا البسط ايه participant which given مش هتنفع which subject to the verb which given مش هتنفع عزة subject والverb تب given ولا giving giving لو كانت جملة active و given لو كانت جملة ايه باسف يبقى given letter C very good my friend my friend دي عاقل brother brother دي اسم احنا قلنا العاقل مع الاسم نختار مين يا ولاد الاسم اللي وراها subject اللي وراها verb object brother وراها one اه دي وراها verb يبقى نختار مين ايوة تمام انا سامح حد دي بقول لي who's very good who's number seven at the end of our street في نهاية الشارع بتاعنا there is a hair dressers ايوة الناس الشطرة عارفة ان عندي grocer والpeaker والfloorist لو حطط لأباستري في اس الاباستري في اس بتحاول له لايه لايه اسم مكان اسم ايه مكان واحنا اتفقنا المكان مع عادة موجود حرف جر باختار مين where very good هل هنختار which ما عنديش حرف جر لو كان في ان كنت قلت in which طب who's مش هتنفع طبعا عشان who's عايزة وراها نون وبعد نون verb هل هو هو عايزة وراها الverb يومو دا مش غير مين where very good that's the book دا غير عاقل واحنا قلنا غير العاقل لو وراها subject او verb هنختار مين which تمام يبقى هنختار i am very interested خالبا i am very interested طب interested حرف جر يا ولاد in يبقى هنختار هنا مين in which طب لو كانت keen كنا قلنا on on which طب لو كانت apologize كنا قلنا for for which يبقى انا برضو احيانا حرف الجر يبيرتبط بالإيه بالفعل او الصفة اللي ورا اه الجم تمام تمام page six the man space that bus is my friend ها دي جملة active وحنا اتفعنا في الactive نختار الverb بزاديه ing the man space that bus is my friend هل that driven دي مش باسف هل هو which driven احن قلنا هو which وراه subject وليه والverb طب هل هو driving هو وراه الverb لو كانت هو driving كان تمشي يبقى نختار الverb زي ing هنختار مين ايوة انا سامح حد تقول letter c very good driving i lent him all the money ركز بقى i lent him all all the money all all the money مين اللي تيجي بعد قول احنا قلنا that بتيجي بعد all تفضيل بعد everything بعد nothing بعد anything بعد something تمام انا سامح حد بقولي all the money all the money فانا ما شفت قولها هركز على مين موضميش غلطر بي that very very good this is my colleague ده صاحب رفيقي this is my colleague ده اسم عاقل i work with انا ما همينش حرف جر وز في اخر جملة ولا قبل ضامر الوصل احنا قلنا العاقل اما يبقى وراه subject whom طب اما وراه verb تبقى مين هو هبص على اختياراتي which مش هتنفع who ز عازة نون وبعد نون verb مش هتنفع هو عازة verb وهم هي اللي عازة subject تبقى نختار هنا مين whom number 12 this is the hotel ده الفندق i stayed when i was young الhotel ده اسم مكان i stayed ما فيش حرف اغرر بعد hotel ما فيش حرف اغرر في الجملة التانية انا سامح حد يقول لي where very good يبقى هنا where مش هتنفع when مش هتنفع which مش هتنفع what have you seen مين يا ولاد اللي قدامها الverb او البرونون احنا قلنا اللي قدامها الverb او البرونون ما فيش غرمين ايوا انا سامح حد يقول لي what very good what فانا have you seen i bought from london يبقى ما قداميش غرمين what لان انا عندي which عازة something قدامها عندي that قلنا بتاعقول وقول لي زي ما قلنا من شوية وعندي ورد بتاعلي ايه المكان number 14 i couldn't decide مين يا ولاد قدامها الverb او البرونون انا واحد بقول لي انت لسه ايه لها دلوقتي ما فيش غرمين برضو what i couldn't decide what to wear to the wedding party number 15 the nurse اهده عاقل the nurse والله العاقل لو وراها الverb هنختار who طب العاقل لو وراها ال subject هنختار who بس انا شايف responsibility ووراها is مين اللي وراها النون وال is النون والverb ايوا انا سامح حد تقول لي letter c who's very very good july is the month july is the month انا بكلم عن شهر i was born in وفيه حرف غر احنا قلنا يا ولاد الزمان والمكان لو فيه حرف غر المكان بياخد in which on which at which والزمان in which on which at which ما فيش حرف غر يبختار مين يا وير يا اي موين طبعا ده زمن هنختار هنا مين which عشان فيه حرف غر in which i was born in ده كده جميلة جميلة مصر سايز عليها احسنت احسنت ما شاء الله حلقة اكثر والرائعة بس كنا عايزين بس لو فيه اي رسالة سرعة كده بالنسبة للطلبة بتاعتك يعني انا كنت سمعت في خلال الفترة المؤخرة يعني ان فيه بعض تغيرات في بتاعت الامتحان بالنسبة لسؤال البراجراف على وجه التحديد بالنسبة الموصفات اللغة الانجليزية فهل الكلام ده بنزل بيه نشرات رسمية في المدارس الله مصر رحمة لحد دوقت لا مفيش نشر رسمية قالت ان البراجراف هي تلوي هو كلام بيقول سيادة الوزير قال ان الامتحان هيبقى كله الترجمة طبعا موجودة كالعادة ولكن النشرة المؤكدة لسه بدزلتش ان شاء الله عما تنزل النشرة مؤكدة بإلغاء البراجراف اكيد طبعا احنا كلنا هنركز على الموضوع ده والله لو موجود كلنا هنشتغلوا مش موجود مش هنشتغل جميل يعني الترجمة موجودة لحد دلوقتي حد دلوقتي حال طبعا احنا عايزين نشوف بقى جمل الترجمة كده لا علاقة بالموضوع اللي احنا شرحناه النهارده موضوع اتفضل لما السلام بسم الله بسم الله مصير ولاد المنون مثلا تدعو كل الدول المحبة للسلام إلى التعاون بينها تدعو كل الدول المحبة للسلام إلى التعاون بينها تمام الحالات اللي احنا طبعا احنا عارفين احنا ايه من الترجمة احنا بنبدأ بيا ولاد هذه هذه هادي ونبدأ هادي هادي ونبدأ الاسب هادي الرب وبعدين الاسب ونكمل تدعو كل الدول المحبة للسلام طبعاً في هنا ضمير وصل لو أنت شايفه تدعو كل الدول التي تحب السلام خلاص التي تحب السلام فهنا هنا احنا هنا بنترجم جملة بتبقى مثلاً تمنعنا ترجم المحبة للسلام فالمفوق تدعو كل الدول التي تحب السلام التي تحب السلام وكمل جملة عادي خلاص في دمواصلنا مخفي فهنا النهاردة نقول مثلا تدعو كل الدول أدي أول The countries أولاك احنا حطين لديه الوقت All the countries تدعو كل الدول أدي كل الدول التي تحب which وحب like peace تدعو بي يا أولاد أدي كل لك كسبها معايا أنا عملت إيه أدي كل الدول وبدل ما أقول كل الدول loving peace أنا اشتغلت على إيه على دماغ طالب على قد وكده فقلت التي تحب السلام قلت what you like what you like what you love peace أي أن كان فأنا عملت إيه عملت ضمير واصلة عشان أخلي الجملة تبقى سهلة بالنسبة لي أنا مش كل الطالب يعرفي loving peace all the countries loving peace طب أنا حطيت زي ليه لأن أنا حدد أنا مش قلت كل الدول كل الدول اللي بتحب اللي بتحب ما هم مش كل الدول بتحب السلام نصبت تمام فأنا حطيت زي عشان أخصص عشان أحدد يعني طب تدعو كل الدول اللي بتحب السلام إيه لا هادي كل فور هادي إيه لا التعاون ها مين يقول لي بقى التعاون ها co-operation co-operation between or among جمع طبعا هنا among يبقى انا عملتها طب إنت لاحطت ضمير واصلة أنا سهلتها عنافس الجملة لأنني مش كل الطلبة بتعرف تعمل إيه صفة ضمير واصلة حاسس في ضمير الواصلة ما إحنا ناس سألين إحنا نحس ضمير واصلة في الباسف إزاي أنا قلت إحنا عندنا في الباسف نحسفه بالتصريف التالت تمام طب لو جملة مش باس في ذلك وطش لايك بيس لما دي جملة اكتفاي فحطنا الفيرب زال إيه ING طبنا إيه ما قلتش لايك لأن لك ما بتاخدش ING قلت LOVING على طول يبقى إما استخدمها في ضمير واصلة وطش لايك إما استخدم إيه حسف ضمير الواصلة بالفيرب زال إيه ING عشان دي جملة معلومة إحنا قلنا حسف ضمير الواصلة إما مع الباسط في المبنى المجهول إما بالإنجي في المبنى إيه للمعلومة تبنى لها حطوط ING عشان دي جملة معلومة تمام والله لو كانت باسف كنت قلت إيه LOVED أو كنت قلت لايك لو كانت جملة إيه باسف تبدي جملة معلومة فحطت إيه كل الدول اللي بتحب السلام مالها كولفور كوبريشن يبقى إنا استخدمت ضمير وصل واتش لايك واتش لايك إما استخدمت الـ ING في الحسف تمام يبقى إحنا كده استخدمنا ضمير وصل بابضل فيه في جملة ترجمة بسيطة تمام تمام جميل طيب لو عندك أي منحوظات بقى تلخيص سريع كده بتتسبب للجوزيات اللي احنا شرحناه النهارده سريعا سريعا عشان الطلب بتبقى برضو يعني صحية معنا شوية أصدني يا ولاد إحنا بص يا ولاد تاني إحنا هو العاق له هنكتب عرب بقى المرة دي ساموان بعد إذن حضرتك ركز بقى معايا واحد اتنين أنا مقدمش غير ده هو أو هو ده مع الـ هو إز هو لايك هو هلب وهنا السبجيكت اللي هو إيه هو آي هو هي الآخر دي معنوم مهمة جدا إيه في العاق ديك كويس طيب أنا عندي الساموان والسامثينج ودي اعتبر أهم واحدة فيهم لو سمحت دي هوز إمتى هوز لو سمحت لو هده في نون ورا النون فرب زاد أبجيكت يعني هو سمع هوز كار هوز جيرل هوز بوك الآخر دي يعتبر أهم ما في الموضوع طيب لو عندي بقى هنا سامثينج بس سامثينج ركز بقى دي كويس كده سامثينج إيه اللي وراه هنا سبجيكت أو فرب يا موضة مش غير مين ويتش يا رب بكون فهمتني كده جميل لكيز بقى بدول كده يبقى مع العاقل يهو يهو بس العاقل وغير العاقل هوز لو كان وراه نون وورا النون فرب اهو هوز نون وفرب هوز نون وفرب أما مع الأشياء عشان تبقى صح ويتش آي ويتش كمز ويتش رايت ويتش إلى آخره ده السابجيكت تقول الفرب هنا مين ويتش نيجي بعد كده الملحوظة التانية مع المكان و الزمان لو في حرف غير اختار ويتش يبقى أنا النهاردة المكان و الزمان in which on which at which المكان و الزمان مع حرف غير يبقى ويتش تاهم ما فيش حرف غير المكان وير والزمان تبقى ايه وين اهو برضو يا جماع ادي المكان ادي البليس و أدي الزمان الTIME تمام هدي أدي واحد و هدي الثاني والله هنا كده ده هنا كده وير وهنا كده مين وين ولو في هنا في الوسطة هو. يبقى وضع مش غير مين? ويتش. اظن الكلام ده كده واضح قوي. يبقى انا عندي كده. المكان والزمان. وين? يبقى حرف جارة مع مين موتش. جميل. والفعل والضمير بختار مين? اعطب كده احنا رجعنا للمرة التالتة. ها غسيت. احسنت يا مستر رمضان الحلقات الشيخة جدا. شكرا. 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 شكرا في حلقات القادمة. بالنسبة للطالبة اللي عايزة تتواصل معك بالنسبة بصفة عامة لو عايزة تسأل اي حاجة خارج اطار الحلقة التليفون بتاعتك الشاشة. اه طبعا التليفون اه. زير وعاشرة. ده ده التليفون المحمول وزير واتش زير واحد واشرة. تمام جميل. زير واحد واشرة. اوكي. ماشي. تمانية قلبية الكل طلبنا العزاء بالتوفيق واستنونا في حالات القادمة ان شاء الله. شكرا. 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 شكرا.